موسيقى 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 مساء الخير ضيفتي خطفت الأنظار لإلى من بدايتها سواء بجرئة أدوارها وتنوعها أو بموهبتها الكبيرة قدمت مجموعة من الأدوار اللي أكدت إمتي لك لحضور وطلّة مختلفة تزديد تقلقا بمرور الوقت بمشهد واحد ممكن تلاقي منها وكمان تلاقي شراسة وقت اللزوم سلوة خطاب في قطع الرجالة موسيقى موسيقى أهلا وسهلا فيك سلوة خطاب نورتينا بفلّتنا فلّة قطع الرجالة مساء الخير مساء الخير هيد الفيلة ما بستقبل فيها غير الستات مم حلو هاي؟ حلو الكلام؟ طبعاً مش أصبت؟ يعني من وجهة نظرك ماشي وكي ووجهة نظرك وإلى اليوم بدي أتعرف على وجهة نظرك سيسن يعني قطع الرجالة ليه؟ إحنا منعوزين نففض ليه بقاعدة الستات ما بتكلموش عن الرجالة لأ دا طول الوقت دا طول الوقت موقحوا منففضوا منتكلم أيو بس لما يبقى بقى يعني منتشف كده قطع الرجالة ليه الرجالة حلوية؟ باباك كتير ضيفات عم ينتشوا ويقول قطع الرجالة سلوى فلنفترض إنه هالفيلة اللي نحنا فيها متل قلبك كم حدا سكن بقلبك؟ لا كتير يعني كم حدا يعني عدنا قصر ولا منطلع بعض دور دور ثالث لا زين 3-4 دور دا ما يكفيش لا أكيد سكن في قلبي ناس كتير وما زال بيسكن في قلبي ناس وطول ما البنياته معيش بيسكن في قلبه ناس كتير يعني في ناس بيقعدوا بالدور التحت في ناس بياخدوا أكيد وفي ناس بيكمل وفي ناس بياخدوا المطبخ يعني على حسب على حسب على حسب أخلاقهم ودلوقتي في حد ساكن في لقلبك؟ يا منتشي في لقلبك يعني في لقلبك يعني في حد بتحبيه في حد ساكن جوه قلبك يعني كقصة علاقة لا حسيتك بتجدر سلوة دعنا ما أكذبش ما فيه ما فيش دلوقتي ليه الناس عنده الفكرة عن سلوة خطابوا كأنه ست بمئة راجل أنا مش عارفة جايبيني معلومات يومي وعلى فكرة مش مش صحيح لا مش حاجات مش صحيح يعني يعني أنا طبعا ما عارفش أنا مش عارضي انتباعي عن نفسي يعني أنا ما بتعملش مع نفسي عشو نعرف أنا بنيت راجل ولا لكن لو ده إحساسهم برضه يبقى إحساس كويس يعني يتخذ بمعنى كويس بنيترهم بنسبة للمسل أنا الإجابة صح فمم كويس مم يعني بنيت راجل ده كتير أوش أنت أنت جيب بتحسي بينك وبين نفسك تحسي أنك ست بنيت راجل مسؤوليات والتزامات لا ومش لازم يعني مش لازم ستها عشان تقوم بمسؤولياتها والتزاماتها وإزاي تعرب تكيف حياتها وتسير حياتها إنها لازم تبقى بنيت راجل يعني ومالهم الستات يعني هي الست واحدة كيفية لكل حالة لا وحتى لما في أي علاقة حتى العلاقة الزوجية أي علاقة الست هي اللي بتقود العلاقات الاجتماعية مش للراجل يعني هي اللي تبني البيت وهي اللي مش عارف مسؤول عن البيت وهي اللي مسؤول عن البتاع فهي هنا أو هنا مسؤولة يعني مش ضروري حتى نقارنة بالراجل بهالحالي عنده وظيفته على أكتم الوجه بتقدر التنظيم على فكرة وطول الوقت ده شيء صعب اللي تعجي إيه الراجل ولا ست الصراع اللي ما الصراع الأزلي على فكرة وليه ما كل حد اللي قصائص حلوة ست اللي قصائص حلوة الراجل اللي قصائص حلوة المنافسة دي حتى يعني أنا مزعالش قابدا من حتة قيادة الراجل يعني حاجة ما تدايقنيش بس أني راجل مش أي راجل يعني كلمة راجل دي برضو مش حاجة سهلة حنحكي عن الراجل كتير بس أنا بدي أكتر أكتر حنحكي حنحكي يا سوي بس حنحكي أكتر عن الست والأنثة اللي فيك إذا طلبت منك توصفي لنفسك كأمرأة كيف بتوصفيها سلوة؟ أنت إمرأة ثلاث نوعات حدا شو بتقولي؟ يعني أنا بشوف أن أنا ست عندي يعني تحامل مسئولية حريتي مختلفة شوية لأنه عندي الحرية معناني يبقى مسئولية وابقى مقتنى عنه أن حريتي دي شيء جميلة وانا أخدها بشكل كويس إني أبقى واخدبالي من نفسي ومن تصرفاتي ومن حياتي مش عشان خطر حد يعني أنا مش بعمل كده عشان الناس والمجتمع والحمام كده عشان نفسك عشان نفسك عشان نفسي أولا ما عملش لنفسي أولا عشان ما عمل الحد يعني طبعا يعني ده اللي شايفاه بنفسي أنت شخصية عصبية شخصية ما بعرف متسرعة شخصية متسلطة شخصية حنونة مترددة كيف توصي حالك؟ أنا كل دولة بمئة ستة ست بمئة ستة أه أحب أكون ست بمئة ستة ست بمئة ستة الست بمئة ستة دي تسوي كتير أولا أه طبعا يعني ما تبقى ست بمئة ستة يعني ستة الستات كده أه دي تسوي كتير سلو أولك نحنا كل الستات كده عندنا أكتر من شخصية بشخصيتنا؟ أكيد وده وده مش وحش ده يعني بيميزنا يعني بس إمتى تطلع للشخصية في الوقت المناسب أنت سعب بتبقي محتاجة للشخصية العصبية سعب بتبقي محتاجة للشخصية المتسلطة حاجاتي عشان تقدري تسياري حاجات تانية مش معنى ذلك أنك يعني وحشة أو شريرة أول بنياء ده مجموعة الحاجات دي كلها إيه الصفة المسيطرة عليك أكتر؟ الشخصية اللي بتزهر كل الوقت النماكية إيه؟ النماكية أنت عارفة النماكية ألو؟ في الاستعين دي صديق دبي بوليسي إيه؟ إيه؟ بتعارفت إيه؟ دي سمعي سمعي السلوى دي زي تمحور لح زي تمحور كده إنتي بتردي هالي؟ لأ صديق كلمة مسئة أنا حللتها فيمكن ده أكتر حاجة أحبي كل حاجة إلى حد ما على قد ما أقدر يعني أني تبقى مزبوطة مش بفم يعني إيه لأن الناس تتغاضع لأن الحاجة تبقى مش فان صبورتة مش فان صبورتة مش فان صبورتة بس لأنك أنت شخص منظم مش عايزة أنا أبقى كده يعني ساعات بحس إن مش لازم أبقى كده يعني ممكن أبقى حاجة تانية ممكن يبقى أبوه مية شوية مجنونة لا إلا بقى فاكات الترتيب ونظفة وجودة وهدومك تبقى مترتبة في مكانها لحد كبير طبعا الله يعين المعكب البيت يعني بس هم بيحبوه آه طبعا يعني بعد شوية بيتعودوا وبيحبوا عكل حال المتنظمة هالأمور تتنظم أفكارك حتى السلوى بنفس الوقت لا أما يعني أنا مش بغير ناس كتير لكن تقريبا برضو بتحكم الظروف يعني فهما منتخلين إن هما مثلا هيقول لأولي الفنانة اللي مش فاجة وتسحى الصحبة تشرب عسيلي ببرتق آه لا يلحق فأنا ملاقوا فين اللي الحيطة تقسلت البداية تعمف يعني برضو مش آه إحنا منقول عنا مسرسبة عن نظافة سرسوبة نظافة انت كده شيء موزعب برضو على ذكرة مش لدي شيء فيها سلوى ما بعرف إذا هذه الأمور والشخصيات الموجودة عند كل ست بتخلي الرجل ما يعود يفهم المرأة بل لك أنا مش قادر أفهمها دي كانت مثلا ريئة هي تعصبت علشان إيه هي كانت كده علشان كده في هذا الصراع الأزلي بيننا وبين الرجل بيقلك مش عم بفهمها لما الرجل لو فيه من الست مش فهمها نفسها هي ريح دميه آه إحنا مش فهمين نفسنا أكيد يعني إحنا ساعات نعمل حاجات وعكسها أو حاجات وبتاع أو أن يعني ما فيش وبرضو متأيلي أي حد ما فيش نمط واحد بتبدان يماشي يعني يعني البني قدم ليعيش بنامط واحد ده ده مملي جدا يعني يعني لازم تبقى الحياة خليط من كل حاجة يعني طيال ستة نفسها ممكن يجي عليها وقت بتبقى شو ما هي عايزة إيه يعني هي عايزة حاجة بس مش عارفة هي عايزة إيه وليه ارتباط بحاجة تانية وجوه لبه ودورهم كده يعني ما بتتغير مع النضج مع العمر ما بيتغير؟ أكيد أكيد طبعا بيتغير بيصير تعرف شوي والراجل بيتغير برضو يعني مع النضج حاجات كتير أنا بحس بيفقد الأمل ما بيعوا خلاص بيأس كده عمل ليه وبيأس ما وفيه رجالة بيتطلعوا لهين يعني لو مهما كبروا بستن يعني رجالة بيوقعوا اثنان ستات يعني من كتر يعني ممومة جن يعني فيه رجالة صعبة طبعا همش رجالة المصريين ولا رجالة العرب دولو طوف جدا هزينا رجالة اللي باين اللي في استراليا لا يحببت كل الرجالة كلهم نعمش هزينا استلوا في كتير جامعيات اليوم بتحكي بحقوق المرأة صارت الناس عم تفهم اي جامعية حول هذا الموضوع انه هي ضد الرجل وكأنه ضد قراء الرجل ضد سيطرت الرجل ضدها الدكورية كيف بتنظر انت للأمر مش عارف انا مش بحس يعني طبعا مهام اني بقاتي جامعيات وبتاع بس انا قذي ان المرأة خلاص ثبتت نفسها مش محتاجة يعني دلوقتي في الوقت ده بس بتشعر كل حاجة وتعمل كل حاجة وسوي كل حاجة ووزيرة وزارة 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 ما رأبش ايه بتاع قذي على مستوى العالم مش وحتى في عالمنا العربي لا الست يعني ما شاء الله يعني اخدت كل مش محتاجة للصوت العالي انها تقول لا فين حقوقي فين حقوقي من مين ما انش لما تطلبي من حد حقوقي يبقى انش بتتجيله ملكية الحقوق دي يعني هو يقدر يمنح بس انا عم بيحكوا بعضهم عن مساوية المرأة بالراجل فينا قص بهذا الموضوع ولا لا احنا شغلين نفسينا بداي كتير وصيبين العدد ما نشتغل احنا ونتقدم احنا وان نبدع احنا وان نت يعني وان نبقى غير ما نقد نشوت ندوش نفسينا هنثبت لهم وناخد حقوقنا ونساوي كل حد ليه لازمة احنا نقصنا ناخد حقوقنا انا متى قليلا تعرف انه في رجال عم يطالبوا هن بحقوق والله يبعهم حق انا بقى هنضم لجمعيتي انا قصي نش اخطر الرجال نحن كان السمع ايه وطب سلبة الصديقات بالحياة الدي بيكونوا مساحة للست تحكي تقول اللي بقلبها تفش غليلة الصديقة حاجة اساسية وضرورية في حياة سكيل ست اكيد بس يعني انا بالنسبة لي اصدقائي اللي ممكن احكي معهم رجالة مش ستات لماذا بفات فاضي بفات فاضي مش مفات فاضي كتير يعني مش لكن لو حاجة حتى عامة وشايليني وفتام يعني او بتاع اتكلم فيها مع حد من صحابي لانه ليه مش صديقات لا ليه طبعا صديقات ممكن اتكلم معهم بس برضو بحس ان الستات متقلبة برضو شوية طول الوقت والستات بقى مش سفي منهم يعني مش كلهم برضو عشان من عم يمشي ما بيحترموش قوي حتة انه كان فيه فترة احنا كنا مع بعض بنحكي مع بعض بنفتح قلبنا دي امانة يعني لما حد يفتح قلبه معاك ويحكيلك دي امانة حتى لما تروحي للعلقة دي مفروض انك تحتفزي بالحاجات دي لانه صح وقالالك في وقت اتمنك فيها صح فشيء وحش ليكي انتي مش للطرف التاني اه اه فالستات مش بيفهموا او الحكاية دي مكلة ما بقى او فهمها اتعرضت لغادر من صديقة من خياني صديقة مسلمتها سر تقال والاي مش بيعني مش بحسبها كده عشان انا عارفة طبيعتهم فبقى يعني ما بحسبيها زي مش باخد بالي ماش بركز يعني ماش بركز يعني بعتبر انه دي مسلمة انت يا سلوى يعني او ما عليش قالت كلمة قلتها انا لا لا باخدها من باب انه دي تفاها انا مش هقف قدامها يعني بس الدليل انه اصدقائك الرجال اكثر من السبتين لا مش مش يعني اصلي لو عايز افطفض اذا كان في فطفضة يعني ولما بدك تفطفضي مظبوط اللي بقلبك في حد معين بتقوليلك كل اللي يشغل بالك والاي انا ساعات انا اصلي بتكلم دايما مع الناس القريبين مني بصوت عادي يعني ما كن في حاجة شغلينية حاجة بتاع بكالب باتكلم فيها مش بحبش انه ما بحبش انه ما بخط بقلبك لا ما بفاهمش الحكاية دي واحد يفاد فاد يقول يعني فان زي مدم بتعم مدم مش بكآبة يعني او مدم كمان ما بحبش الناس الكؤبة الشكايين البكايين طول الوقت طول الوقت متمردين على الدنيا وعالحيا اه يعني حتى ما باخد المشاكل باخدها بصخرية اكيدا أحب أخذها بزرايا، أضحك فيها، أهزر فيها تهزري حتى على نفسي قبر بيضي نهتر واحدة أريا نفسي يعني ما بسلمشي من نفسي حتى من نفسي حتى بقى أسيبني ليه أنا تتعصبي إمتى طيب سنة ممكن أكتر في الشوك بالشوك يعني لو حد ما عملش الحاجة المزبوطة خصوصا في الشوك دي حاجة ممكن تدايقني بس تقنية متدايقة جدا لأنه أنا بعتبر أنه نحن نعمل الشغل دي على أكمل وجه ده دي حاجة مقدسة يعني يعني مقدرش أتعاون فيها فتبدأ لي بس بالشغل يعني بس بالحياتك العادية لو قديني تجاوز الحدود المسموح بيها ومحترمش نفسه ببقى سلوى الست اليوم بمجتمعاتنا بتعاني من الست الأخرى ولا من الرجل يعني بتعاني من غيرة ست تقفل أمامها أمام طموحاتها عدم الإيمان فيها ولا أكتر من الرجل ولا يعني أنا رأي أنه لو أي حد يعني مش لازم الست بس لو ست أو راجل عنده ثقة في نفسه في موهبته في اللي بيعمله اللي جنبه قوي ما بيأثرش عليه لدرجة أنه ممكن يحبطه يعني أنا شخصيا ما بتعرضش الحاجات دي لأنه يعني أي حد حتى بيقولي حاجة بقودها بمحمل كويس وهو ما بقافش أوي حدته غير أنا مني ، ما بنفكرش بالطريقة خلني دلوقتي أنت ما بتفكري بالطريقة دي ولا كل عمرك ما تفكريش بالطريقة طول الوقتي طول الوقت ما تفكري بهادắות بأكثر بإيجابية يعني تفكري أكثر لا أمش بحش أني أعني طول الوقت تأسب بالغيرة وقال حسد وجن هسدني وأمين أنا إلى لا ما فكرش الشخص يعني أحشت إنه وجع الدماجSpace يعني الوحد بعض تشفر وإذا كان ربين حتى مجيلوا حاجة حلوة دي مش مصدر إنه يبقى قلق بالمسجد بستهلوا بتحسسين إنه هلقدي فيه مثالية بالتصرفات كل واحدة مننا عندنا نقاط ضعفة يعني فيه محلات لا بتفقد إيمانه وبتحس إنه أكيد وإلا ما يبقاش بني قدم بس قزي فيه ثوابت يعني إنتي لما يبقى فيه ثوابت تتعامل زي ما بتتقلقى ليش قوي إنما لو ما فيه ثوابت لا طبعا رحيت بيروح معاب بالريح لو فيه ثوابت بيحصل كده يعني رح قالك جملة رحشوف زرحة الزكريا معي جاهزة قدل يلا ما حدش حينفعك غير إرشك وصحتك لا حب حينفع ولا أهل تشفع عزيزة عزيزة في سجن النساء جي بتقولها الواحد ولا الواحدة ولا بتقولها عموما يعني عموما أي رأيك في المقولة والله عزيزة دي بتقول حاجات أنا نفسي بقى لا أستغر فيها يعني بتقول الواحدة بتقول أي رأيك في المقولة دي إنه القرشك وصحتك إنه اللي هيبقوا لك بهالدنيا أكيد لا الأصحاب ولا أي حد تاني القرش والصحاب برضو دي تأبيها تشعومية أكتر ما هو الواحد لو أحد فكر كده بطريقة دي هيجع لي وقت مش بفعلا مش هيبقى حد حواليه إنما يعني ما كان حد عنده فلوس وما فيش ناس بتحبه وما فيش ناس جنبه في وقت بتحتاجي الناس يعني بتبقى الفلوس مش الأهمية يعني على كل حال ما بيكون عنده إنسان هدي القناعة هو بيقدر يعيش بسلام مع نفسه ومع الآخرين بيحمي نفسه يعني إذا كان الواحد بيأخد حاجة كويسة أو صفة كويسة مش عشان اللي قدامه دي عشان نفسه سلوة أنت شخصية بيخافوا من الرجال؟ ما عرفش أممين ما عرفش اللي بتفكر بالعيني أهو عمنا كيوتا وأنا أعملي أكتر قدرش أعمل حاجة أكتر لا طبق ما بيكبش أكيد ما بيكبش أكيد اسأليه ليك أول شي ممثلة فنبتدي من هنا الأدوار اللي بتاخديها بدأ ترسخ بدماغهم شخصيتك حضورك راح ضيف عليهم صوتك صمتي صوتك صوتي نبرت صوتك ميلور جالي ولا إيه هطلع راجل في الأخي اللي حقا كله أيها رغبة فيها شكبة لا بجاة سلوة بتنس أن الرجل بيعمل مئة حساب قبل ما يتقرب منك؟ اه 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 انا ما بله حس ان ا consci رجال ا irritated يعني ما بيفصلوش للتركة دي انا نفسي حد يتقدم يعني يكتازن معحدتي مافيش ولا هون هم حسنينti اني حمد continue من بعيد làm بحيث لأ شوفي انت كل مرة ان انا عدر مش عمش هينفع ها من كيه سلوة تعرضت اني بتحرش تاني تاني انت تاني وثالث ورابع آه ما اقدر قللك هالجملة شو عاملت شو عاملت هالجملة اللي انقالت بي لقاها سيبت معاني ولاي بقولها يعني انا بقولها بجد انا ما كنتش بأ بس حتى بجد هلأ ما فيش رجالة بتتقربوا ولا خلاص ومش باقد بالي يعني احنا ما باخدش بالي يعني مش هركز مين نقرب ومين باعده يعني آه لكن يعني ما بفتكرش لفيه حتى يجي حكسني مثلا يعني ما عرفش ايه المعاكسة دي لا اه سلوة اه نفسي حاجة مثلا ولي ايجي مني عام قلليك شوفت انه تخافوا منيك لا وليه زين يخافوا منيك بي احترموه بس احترم دي هذا شو عامل اه ولا فكرة مرة حد يعكسك اه لا مش فكرة لا المعاكسة زمان كانت غير معاكسة اليوم اكيد كيف كانوا يعاكسه زمان مثلا لا اكيد كانوا لطافي يعني Whaَكانش في حاجة بالضو واتاخدش الحياة للدرافة دي وكانك كلام لطيف يعني ممكن لها حاجة حلوة مثلا ده ست تشعر يعود ويبصر بعض الأول قبل ما يقول دولياتي مفيش وقت يعني يعرفوا بعض النهاردة بعد ثلاث يام سابوا بعض يعني خلاص على سريع لا ما كانش فيه يعني دولياتي باستغرب ما شوبت مين بيحبوا بعض دول ما بيحبوش بعض دول يعني وزغدوا يعني ايه ده ما كان يعني على السريع على السريع فيه مش عارق يعني حتى علاقات الحب لازم يبقى فيها غدوء وانبساط ويعني باختلفت الأيام عما كانت عليه قبل اختلفت اكيد ما هو كل شوية للدنيا بتختلفية طبعا يعني قبل وينتك يقدر شخص او شاب يبعت رسالة لفتاة ويمكن هما شايفين ان يجي حاجة للطيفة دولياتي زي ما احنا لا انا بتشوف القبل كان احلى لانه كان في ايمي للفتاة اه ممكن احنا عشان عشان عشنا شوية الحكاية دي هما معا شويش فماش مش هيفامون يعني جاتش اكيد لما يقضوا اسمها مسلا عبدالحليم حمز هو قادي نيجي يعيني بقالوا اه 18 سنة وعشان تبصيلوا بالشباة مش هيفاموا خلصة الايام تي هما على طول في النتة يعني في التليفون حي هلقيت جالسة لواء مش مفتكرة اي كلمة تعكست فيها ها لا والله لو تعكستها اقولي يعني مانش مش اي هتقول تب نفسك تتعكس ازاي ما عاربش بعنا كمان اطلب المعاكسة اطلب المعاكسة اطلب المعاكسة ايوه اسمتش كده ايوه بس انا مش هذك انت تقوليني يعني ما انا ما قلك انا مش عم عاكسك انا بس عم قلك انه طالع حلوة كده سالوا في مجموعة من الصور حشوف انا وياكي شخصيات ممثليت قدوا ادوار بافلام سينمائية اي شخصيات تاعرفي قد الدور معين بدي شوف اذا هذي الشخصيات مرت بحياتك انت او عشت دور هذه المرأة جاهزة نبتدي بالصورة الاولى تحية كاريوكا في فيلم شباب امرأة سلم قديت هالدور عشت هالدور لا طبعا ما فيه يريت يعني عملتك كتمثيل لا مش تمثيل بالحقيقة هل كنت هذا الدور لقدته تحية كاريوكا حبيت شاب اصغر منك لا ما حصلش ولا مرة غلط مش غلط يعني ما ما فيش ثوابت يعني كل حالة ليها حاجة ممكن واحدة تحب واحدة اصغر منها بيبقى مناسب يعني شايفة مناسب لي ادي انت كب تشوف الموتوح فناعة شخصية يعني من منوجة نظرك اذا شاب اصغر منك حبي يتقرب تعطيه فرصة ما هو يعني اصغر مني مش مهم يكون سنن المهم يكون تفكيره ازاي سنن انا بقصد فيها سنن ما معرفش تقربة ما خدتهاش ما معرفش بس منك ممانعة ولا موافة بنعمل معك ايه بدي جوزك يا عبد صار قطع 63 من اخر حلق وانت زي مات وانت زي مات اعمل ايه معك شاكلي اعنس يا رب ما فيش مفارق اعمل دردبك يلا الشخصية اللي يبحث يلا صدالي ليالي الحنية صفية اعم مرقت هالشخصية بحياتك قبيتي عشتي هالمرحلة هالدور هي كانت الست القصية المنتزحة اللي بحبوها رجالة كتار يعني كتير كتير ناس انغرموا فيها مش عارفوا طبعا انا ترى فيه رجالة ما معرفش غرموا بي ولا ما معرفش بي مش عارف تبقوا عجيبوا بيها اعجيبوا معارف يعني ما عربش ما خاق عمي ما خاكت باني كان عندك عروض كتير زواج واشخاص يتقربوا منيك مش كتير مش كتير مش كتير اه لا اللي تجري اللي تجري يقولي مش كتير وكلهم كتير وكلهم كتير فاس انه ايه ده ده فارس عشان يوصل للمرحلة دي وما يحصلش نصيب لانهم يعني اكيد انا يعني زي اي حد بنفسه يبقى له بيته ويبقى عنده بس ليه حاجات انه ما اقدرش عاشر حد انا ما بحبوش ما فاهمش يعني يعني ما فاهمش عايش حياة زي ايدي يعني طيب تمام منتقمة منتق المرأة الحديدية اه اللي هي هي بقى اللي كان بتدربه اللي كانت لا اللي انتقمت انتقمت لجوزة اه عشتي حالة انتقام بتحطي بحدة في دماغك بتقولي انا بدي انتقم مش شخصيتك اه أسلم يعني حد اياهي وقت فا انك تتفكري انك تقدي تنتقمي عشان انت فتضياهي وقت اكتر من الوقت اللي راح لها اه ومفيش حاجة تتصلح يعني اه فباي باي بالسلامة وخلاص انت بشخصيتك عندي فيه مكان ما فكرة انه اذا بدي اخد حقي اه ما بعرف فكر بانتقام بعمل خطة عندي كادي هده لا بعرف اخد حقي بطريقة مباشرة اه يعني يوقف اللي قدامي كده اقول له خد بالك انا عامل فيه كذا وكذا 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 استنى بعد تعطي انتقم اه اه بس تنتقمي ما انا بقوله هو انا بنتقم اه اه انا نازية يعني عندي نازاقة في في الخصام في التعاطي يعني ما حبش يعني اني قطعن حد من من ورا لو حد دين يقول له على فكرة انا عامل فيه كذا وكذا استنى بقى ممكن اعمل ممكن ما عاملش بس بس اه بس عملت مش دايما هم هم فكرة شي حادثة حصلت بالموضوع دا لا مش فكرة لا مش فكرة كمان فقدت الزاكرة بعدش عارفة اللي بعده ايه؟ قصة الامس اه قصة الامس الخيانة اي بقى مش كده؟ اتجوز عليها بعد سنين من طويلة بيناتها صعبة دي ما كنتي ولا مرة بالحبة دي مستنيتش لما يتجوز ايه اول معسيت انه في ساسفينت طلعتت اللي بعده حب في الزنزانة اكيد محبتش وانا مرصة كنتش حب في الزنزانة حب في الزنزانة فيه حلوة حلوة يعني الست اكتر اللي بتضحي اللي بتفني نفسها كرمال اللي بتحبه كرمال خطيبة كمال زوجها ولا مرة كنت هيك ولا مرة ممكن تضحي سلوة بشخصيتك لا أكيد لما كنت مرتبطة مش حكاية تضحية ما انتش حكاية انتش بتديم يعني بتديم ترديم فرس بي ستات أنانيات كتير أنانيات ببيوتهم مع أزواجهم وحتى مع ولادهم مش كتير يعني ست بطبيعتها ما هيش ستتي يعني ست بطبيعتها هي ست الحنونة اللي بتجي اللي بتاخد بلا يعني هتلاقي ستات الأنانيين اللي عايزين ياخدوا دول مش كتير بس موجودين لا موجودين أكيد طبعا موجودين ناخد بريك يريد فاصل ونعود مع ضيفتنا سلوة حتى سلوة نعود ونستكمل حديثنا ولقاءنا معك الليلي لقاء الرجل يطول الحديث عنه بس نحنا منحكي كل ضيفة أو كل شخص مثلا منقابله بحياتنا منتعلم من تجربته من تجربتك أنت اليوم إذا الشخصيات الدكورية اللي عرفتيها بحياتك وضعتيها بخلاط واحد إيه الصفة الوحيدة اللي بتطلع منها موانش لو يتخطريني الرجال يا ناك وإحنا خسرانين كده كده أيوة حدريتك متجوزة يعني أنا جيني فور سيتي يعني دي بس بتقولي حتى مش من قلبة مش من قلبة لا وفيه برضو صفة يمكن يعني مشتركة بطريقة وبالتاني الأنانية يعني الأنانية أه عندهم نوع من ليه بتقوليها بيه مش مقتلع مش بالفم الملقان لا لا بالعكس عندهم أنانية رجل أه كيف شفت هذه الأنانية؟ كيف تترجم؟ وين؟ في كل الحالات يديك أكيد طبعا، يعني وبرده يعني أمه بيبقوا ساعت معذورين يعني الراجل دواتي برده بقي راجل شقيان يعني ليش ستة مش شقيانة كمان؟ اوكي اي يعني انا داشت من بره للراجل مش للستة مش تولي انت الدفاع عن الستة واسته فديك فديك فديكيرو ما نتجرك للارجة فيعني الستة برده اه ممكن تكون بتستحمل شوية حرام الستة طبعا اكيد حرام حرام لنا ميزج كثير عم نشوفها واكيد في بعض الرجال عندن بتعتفي عليهم ببعض الأحيان على مشاكل تاني كمان الله يعين الكل بس العلاقة الفتاة بالصورة الوالد هل بتخليها كل حياتها تبحث عن شخصية بتشبه والدها او زوج والدها والدتا يعني او خالة او حدا من المقربين الكبار اللي ربيت وهي شايفتهم امامها طبعا بتصير صارت معك مع مين؟ اه طبعا يعني شخصية جدي جدي اه انا كنت معجبة بيها جدا يعني كنت بشوف ان ده نموذج للراجل المثالي انه ازاي يبقى قوي جدا وفي نفس الوقت احنا يبقى جدا امت يبقى عطوخ وامت يبقى قوي وامت يارى في لم القبيل احنا كنا كتير وبيقودنا بمنتهى السلاسة واليسرية اه ما قابلتش قوي ما قابلت هالشخصية ده حياتك يمكن قابلتهم بس مش بتوعي يعني قابلتهم في حد تاني يعني انما انا قابلتهم في حياتي لا مش بالشكل ده يعني مش بالشكل اللي انا كنت بشوفه في جدي اختيارك لزوجك كان فيه منصفات جديك فيه هيدا النقطة انا حابة تكون فيه الى حد ما يعني هو برضو كان منو الادي اللي بيفكر كويش شخصيته كويسته بس بشكل تاني مش يعني ما قابلت برضو كان سلسايد في وقت كان الزمن كده بيعمل كده لكن هو كان بقيني ادم مثقف واعي يعني فيه حاجات تانية هي اللي شدتني يعني وقوي الشخصية برضو يعني انا اتشال واتنطت اتطر هو اقول انجليزي كده انجليزي بتحبك الرشل المندفع الهايبر لا ما بتحبك تحب الهايدي لا لا لحد ما يعني ما حيبش برضو الفرس اصي فيه ايدي يفرسك يعني اه يعني فيما بانش قاعدة ايزا بتقوى اه كلمة كده بغلي كده يقول هايب هو زمان كنت بيحصل لي كده لاتي طبعا لا اه 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 فيه الشخصية بين الاثنان يعني تكون مزج بين الهداوي وبان اله ايه ما بحيص شخصية المندفعة دي يعني مفاهم ما هي اه يعني يبقى فيه حاجات لذيذة يبقى فيه اه مقدام فيه يعني حاجات يتصرف تصرفات لكن مندفع كده ويتصرف تصرفاتها وجاء لا يعني مش متهور بها المعلم لا مش متهور شو الصفات اللي كانت تجزبك للرشل وبعدها لليوم تقول الصفة دي لفتتني بحبة فيه بحبة بالرشل اللي مش محتاج يشرح نفسه انه راجل يعني تفهم ازاي يعني فيه رجالة طولوقتي مشغولة ازاي تشرح نفسها كرجالة بقى فيعملوا الحاجات بتاعت الرجالة ويتفخروا انهم بيعملوا كده يعني فيه حاجات فيه صفات كده في الرجال فيه نوع من الرجالة يعني بتحسي بيرقلته من غير ما يتصرف التصرف في طريقته في كلامه في تصرفاته في معاملاته في طريق التفكير ويعني يعني من من التصرفات اكتر من الاقوال يعني اه طبعا اقوال من الله وبي شكله شو اللي بيجزبك للرشل اي نوع من الرجال بيجزبك سلوى يعني كيف تحبي شكله يعني الموت ام بنفسه يعني اللي هو مجيو في البسكويس يعني يعني تحبي لون عيون معين طول معين جسم معين لا مش مش للدركة يعني بابولك انا بدور على الشخصية والدماغ اكتر من الطول والعرض يعني يعني اول ما بشوف الراجل بشوف شخصيته الاول بعدين اشوف شكله يعني يعني كلامه بيجيلي نوع من الحلاوة يعني او للجاذبية بخديني اشوفه شكله حلو حتى لو ما كان حلو انا ما ربش ما انا انا اللي شايفاك كده مش مهمة عندي الناس تشوفه ايه يعني امتى بتبطل تشوفيه حلو حلو انا اللي شايفاك كده يوكوا مش حلو حاك 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 لما يقول لها حاجات وبعدين يجي في التصرفات يعمل العكس اللي كان بيوعد بيه أو العكس اللي كان بيوعد بيه أو فهمها إزاي كل دقيقة بيروح بيخلص آه فجأة يعني بتلاقي مش هو ده البني قدم اللي انت عارفها ولا اللي انت عايزها هو يع كل حال رجال بقوله نفس الشي عن السبتات ما أكيد طبعا ما أنا بقولك يعني إحنا داشت بنتكلم عن رجالة لو جبتش حد يتكلم عن السبتات بس عمقول نفس الحجة كمان بيعطوها رجالة الستات إنه ممكن وعدت بشي وما تصرفت أكيد ما فينا مازج من الستات الله يكون فهونا بذلك بس الأغلبية هي عند رجال أكثر صح عند الرجل يعني أكثر التصرف هيدا عند الرجل أكثر إنه يوعد وما يوفي السبت بطبعية طبعا تحب إنها تستكين كده لحياتها ويعني مش منها السبتات الطبعية بتبع عايزة تعيش وعايزة تعمل بيت وعايزة مش فمش من السالة ناتب لكن الرجل ما بيبقاش برضو عنده الحتة دي قوية إذي بخلي السيد توصل لمرحلة تكره الرجل اللي كانت تحبه وتموت عليه توصل لمرحلة تكرهه هو تكرهه برضو يعني نوع من الأهمية دعم للأهمية دعم للأهمية أه لما أوصل لدرجتي إن أنا طول وقت أبقى كارئة ولا بقى أكرهه ولا بحبه يعني بقى إنسان عايزي بالنسبة لي يعني إيه اللي خليها توصل للمرحلة تي ما هي حاجات كتيرة بقى أنا بقولك منها إنه يعدها بحاجات إنه ما يصنش العشرة اللي كانت بينهم إنه يعني الحياة ما بتنتعيش بانفصال بالانفصال يعني يعني ممكن الناس تنفصل وتبدل على ود وفي حاجات كويسة ويعني مش لازم نبقى أصحابه مش لازم نشوف بعض نبتكل لبعض الحاجات اللي حلوة يعني لازم الناس وهي بتنفصل تحبس حتى على حاجات دي يعني ده يعني ما بيحصلش كتير ده ما بيحصلش نحن نكلم عن المفروض يعني أي هو المفروض فلما الراجل أو ست بيبقى شاف منه الجانب الوحش شاف منه الأنانية شاف منه معاملة وحشة شاف منه ما يعني أنا رأيي مثلا أنا لو الطرف اللي قدامي ما تدنيش الأهمية اللي أنا يعني اللي مفروضة أستهلها خلاص أنا مش بقدر أكمل يعني طيب ليه الرجل سلوى بيطابعه بمل بسرعة؟ بمل دي طبعته يعني دي طبعته يعني ساعة ما بنعود نقدر نلومه وأنت وعدته موفيت ما إذا طبعه كده لا والله بس لاي أنه يعني في رجالك ويسة ومخلصة ويعني فيه مدام فيه يقدر يعمل كده يبقى ممكن يتعمل كده يعني أمار إيه لي يثبت لك إنك بتحبه بعد؟ يعني إيه الفرق إنك تحبه أو ما تحبش؟ يعني إنت لو متحبه خلاص بتتمسك بالبنيات ما اللي معاك دي بتبقى بشايف إن هي أحفر حاجة وأعلى حاجة وأجمل حاجة مش عارفة الكلام ده بعد ستة أشهر طبعا بيخلص عم فتحكي شي نموذجك يعني يعني بعد ستة أشهر ما بتبقى شايف الحاجة وأعلى ويوم سود يوم ما شوفتك وكل الحال هي ستة أشهر بتاعت للعلاقة قبل ما يفجر طمام الأمم أنا دائما نقول لي صاحبه شي جدهر لهم أمم التلتة أشهر الأولين تلتة أشهر آه حلوة يعني أجمل شي بالعلاقة هنا أول تتة أشهر يوم ما تلتة أشهر كل الجمال وبعد كده تتحول إليش يوم يأكليني يوم يشربيني يوم يعمليه خلاص كل الحاجات خلاص بتتحول بقى الألقى الحاجة تانية يعني بعد تلتة أشهر آه والستة كمان بنعطيها نفس النسطة لا الستة بتقعد شوية بتقعد الدت تاخد لسنة بتقعد شوية يعني بتقعد شوية لغاية ما تلاقي إنه مفيش فايدة بقى فخلاص حصل معاك أنت هيدا الأمر سال وهو مال بعد تلتة أشهر خلاص بس فقدت العلاقة من رونقها من الشغف اللي كان فيها لا ما افتكرش مش مش بعد ثلتة أشهر أربعة أسهر أسهرنا كان فيه بيننا يعني قصة حب قادت مثلا بتاعت كنا لسه صغيرين وكنا لسه في المعند قشي استخلاصة في عادة الحكاية فترة يعني على بل ما مرتبتنا يعني بس إحنا برضو كانت علاقتنا فيها حاجة مش يعني مش فيها الحب التقليجي بتاع لوحشتيني وأمام أي نوع من الحب؟ لا يعني كان فيها حاجات تانية يعني أكتر من الكلام يعني يعني نفتكرش إن إحنا مثلا قعدنا حتى وإحنا متجاوزين وبتاني إحنا نعود قدامي ناس مسكين إيدين بعض وكما يعني ما نعندرش نعمل كده هو مش كده وأنا ما بحبش كده كيف كان يعبر لك عن حبه؟ لا نعم متأكد يعني استمراره حتى معي معه ده دليل يعني إنه أكيد فيه حب وإمتى إمتى حسيت إنه معقول يكون صار فيه ملل بالعلاقة بلاش يمد؟ ولاي ملحقتش أوصل لحكاية المالة لدي يعني أول ما حسيت إنه فيه حاجة مش مبسوطة بطلينا نبعد عن بعض وما بقاش فيه نفس الحاجات المشتركة اللي إحنا كنا فيها دي فكان خلاص إحنا اتنين قررنا إنه خلاص مش حينفع نكمل الرجل بحط الحق على الست بيقول لأ أنت السبب بدا ممكن أنت كنت سبب بدا ممكن أكون وقتها يعني وهمة يعني مبسة دا تركيبة شخصيتي يعني يعني أحملتي بحيث لا لا أنا محبش أفقا كده يعني إنما أنا يمكن أنا متطلباتي ممكن تكون هي اللي قادرة الحكاية لأن أنا طول الوقت ما كنتش بدور على ورقة جواز يعني مش متجوزة عشان دور إن أنا خلاص أنا متجوزة لا أنا بكمل يعني قصة وموضوع فهم إزاي ممكن أكون كنت ببصر الحكاية بشكل رومانسي شوية وأكيد ما بيبقى الغلط من الطرفين أكيد أنا مش أكيد لو رجع فيك الزمن لورا بتعيد نفس التجربة وبتصلح من أخطائك لا ما عيدش نفس التجربة ليه مع أنه كان فيها رومانسية وحب طفولة والله طبعا طبعا يعني طبعا وأنا طبعا وكل اللي أنا فاكرة أقوله الحقيقة أنا أكيد عمري ما حد أحبني كده يعني طريقته في الأول في الأول في الأول كيف بتبلش تشعر السيد أنه ابتدى يتغير؟ يعمل إيه؟ مش لما خلاص العلاقة بتستمر شوية 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 بتتحول لحاجات تانية بقى يعني زي كيف بتصير العلاقة بالبات؟ يعني بتتحول بقى خلاص نوع من الصداقة والتعود والمشاركة ما لا اللي عم نحكي عنه بسيطة يعمل؟ اللي قولي نخو ده ما احنا برضو مسؤولين عن الحكاية دي يعني برضو هم رجالة بيوم حاجة غريبة جده يعني أنه الراجل أكتر من سيطة إن الراجل ممكن يخلي السيطة اللي في البيت دي يشو على كده ماشي يقولي الوقت فرفرة يعني يعني أنه يعني وأنت لما بتسعد السيطة اللي معك أنت بتسعد نفسك يعني أنت لما بتقول لي السيطة كلامح إيه الأكل الحلو ده هاخد كل يوم بقى هتعملك أصناف وتعملك مش عارف إيه طب شكلك حلو نوعا ده هتلبس طول الوقت وتعمل لكن لبست ما لبستش عملت ما عملتش طب ما هو يعني لازم يعني كفاح ما كل واحد فيهم يقدم بطريقة يعني ستتقدم إنها بتعمل والتاني يقدم إنه بيقدر تبقوا ليه ما بتحكي بهيدا الأمر؟ بص في مشكلة ما بتقوليش كلام حلو ما بتقوليش مثلا شعري حلو ما بتقوليش ينسلي مع الأساس إنه هم مثاليين أو هي اسمهم طبعا يا حبيبت يا نفس انتي ريئة انتي فيئة انتي مجنونة يعني في عاجات كده تلسة عيشة في الجو ده يعني بتسمعي برضو حاجات يعني أجيب بتحاولي بس لما بتيقاسي خلاص بتكفل تخلص المحاولات هيدا الشي بيدفعه يتطلع على ست تانية أو ينظر أو يفكر بإقامة علاقة تانية لأنه بلش يحصر في الأمور إعتيادية بينه وبين زوجته صار بده شغف جديد حاجة تولعه من جديد أيها طب ما تحاول ده مع الست اللي معيك يعني ينفى؟ ليه لا ينفى؟ من بقولك محتاج إرادة من الاتنين يعني انتي مش هتعميل واحدك ومش هيعمل واحد لازم الاتنين يبتدوا يقربوا بعد إن شاء الله حتى يوم ولا يومين في الأسبوع يعيش بقية الأسبوع لليومين دور الحجوين اللي لو طفل فيهم كلام حلوي اللي فيهم مش هوادي كده خلاص كل حد بيعمل حياته يعني قذي لو الاتنين خدوا أكتر الراجل يعني ده نعمل المشاركة والوناس والصداقة وإني دي تبقى معي وتبتجي معي حياة يعني فيه حاجات معاني كتيرة قوي أنت لازم تبصي لها عشان ده اللي حتوصله في المستقبل يعني ناس بيفكر الرجل أنه كل الست أو كل إمرأة هي عالم بحد ذاته وكأنه لازم يكتشف كل مرة عالم جديد عالم أخر أو مقلو ما يكتشف وانت هو ورائي يعني أعيزي أحلى حاجة أنك تبدأ لطول الوقت بتكتشف اللي قدامك حياة حلوة تحبيبك فيه يعني يعني هيكيد كل حد فيه حاجة حلوة يعني بدأ ما توقف بقى تفكر في الحاجات اللي صلبية اللي مش حلوة لأتفكر في الحاجات الحلوة يعني يعني ويمكن السيت ما عم تعطيه كمان مجال ممكن ممكن مسمت مفيش كل السيتات كويسين وفيش كل الرجالة وحشين بس بحاجتك أنت سلوة ما زال عندك هدي القدرة من الوعي وعارفة أنه أنت بديك تحافظي على بيتك وحسب ما تفهمت أنه عملتي أفضل ما عندك برضو كان مصيره أنه يتجي إلى مكان آخر يبص على حد تاني إزعلتي من نفسك قلت أنا أثرت في مكان ما أو لا لأن أنا لما مشيت كنت عاملة كل اللي علي يعني من وجهة نظر لأن أنا كنت عاملة يعني عشان ما وصلش لمرحلة أن يقندم بعد كده عشان ما تتخاني يعني تشوفي حالك بهيدا الوضع يعني لا ما وصلناش إحنا الحكاية بنا ما كانتش قيانة أنه تخاني أنه حاجات يعني حاجات تانية مش ملاهاش علاقة ممكن تكين تركيبة شخصية تركيبة الدماج حينا الاثنين ممكن يكون لنا نفس الاحتياجات الحاجات اللي كنا مثلا متفقين عليها ما بقيتش هي زي ما إحنا متفقين الشخصية اللي كانت يعني في وقت ممكن تكون كانت عجبية بعد كده ما بقيتش عجبية يعني معرفش حاجة أكيد عوامل كتير يعني طيب بصراحة أنت جواكب بعد كنت عم بتشوفي نفس الشخص متل ما كنت تعرفي ولا كمان قال عندك الاهتمام لا ما يعني ما قدرش أقول كده بس بشوفه يعني بني أدم برضو دي حتة يعني دي حتة غالي عندي أكيد يعني يعني لأ بالمرحلة اللي كنت فيها معه صلوة تديت أنت كمان ما تشوفيه بنفس الطريقة اللي كان هو معك فيها يعني أنت عشت قصة حب أنت ويه سابقاً وارتبطته مع الزواج ومع العشرة بلشت تتغير هالمشاعر تجاهه قلت خطت أبداً؟ لا بالعكس أنا يعني من أول ما ارتبطت بي وأكتر ارتبطتي لما تجاوزنا يعني فكت حاسة أنه يعني دي نعمة من عند ربنا أن إحنا نرتبط بعد الحكاية دي فكت يعني مبسوطة ويعني بحاول أنه أعمل حاجة كويسة تخليه هو كمان مبسوط يعني وما بقيتش فهمة يعني الواحد يعني مبسوط وسعيد إنه إنه حقق حاجة حلوة في حياته يعني سألوا أقولك لو كان في أولاد كانت العلاقة استمرت؟ لا ما ارتبطتش لأنه في ناس بتقول الولاد بيخلوا العلاقة تدلة سادبة لا إحنا الاتنين مش الشخصيات دي لا إنت ولا هو لا يعني ما حبش يعني خليني حد يعني زي تركبتي أنا عشق قطر حد يعني يعني مش هلخالي وليه هعود مع بني قدم أنا مش عايزة عشق قطر أو في حاجة بنا أو مشاكل أو بتاعش القطر في أولاد يعني مش هتربه صح ما دم أنا مش مبسوطة أربي مين؟ أربي نفسي الأقول بعد شو في حياتكم؟ أنت نوعيت شكاكة؟ لا 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 مش يعني مش بالهسحس بتاع أنه كل حاجة وراها حاجة وكان دل بمعنى أنك تضلك عم بترقبي بتنتبهي بتشوفي تفاصيل إلا لو لقيت بقى أنه في حاجة مش مظلوطة ممكن تمرق عليك قصة سمتدري فيه؟ آه ممكن لأني ما أقولك أنا مش شخصية شكاكة يعني ما معرفش عايش مع حد ولا حتى مع صحابي وأنا مشكة فيهم لحسن اللي وصلك المحلة دي ما تعرفيوش ما تعشريوش يعني اللي وصلك المحلة إنه ده أنا رأبه ده أنا أشوف ده أنا أعمل طب ده تعب أعصاب ما مقدرش عليه أنا حبك حد ورفضتي هيدا طبيعي بس أنت تحب حدا ويقلك مفيش مكان ليك في قلبي حصل الكلام ده؟ لا لا ولا مرة حبيت شخص؟ لا أصلا أنا بحب أتحب الأول يعني أنا مقدرش أحب حد اللي زوه حبيني الأول فيخليني أحبه لكن ما بحبش كده مني النفسي على سيرة الحب اليوم إذا بتسمع الستات بس يحكوا أو حتى الجيل الجديد ما بقى عم بعيشوا رومانسية زمان وكلمة واحدة صارت جامعة حب إيه؟ أي حب كل البنات أو معظم البنات تما نقول صارت نظرتهم مختلفة عما كان علي الحب أبداً فقدنا قيمة الحب فقدنا معنى الحب أكيد وده معنى مهم جدا لأنه في النهاية هيكتشف إنه كل اللي عملو ده أه؟ ما استمتعوش في حياتهم لأنه الحب في حد ذاته بيديكي حاجات جميلة جدا أنت بتعمليها أو بتحسيها أو بيأثر فيكي ويخليكي بني قدمة تحب الحياة لا تحب الحياة وتنجحي وتبي عايزة تبقي كويسة وشكلك حلو وتبسي حلو يعني في معاني كثيرة قوي ليه وصلنا لهالمرحلة؟ ليه وصلت الست اليوم بتفكر أكتر بمصلة حتى أكتر ما تفكر بقلبة؟ يعني عقلة قبل قلبة والله هو طبعا التطور الزمن والعالم الماضي الخوضية اللي إحنا بقينا فيه يعني أنا فاكرا أن إحنا كان أهم حاجة في وقتنا أن إحنا إزاي نسبت نفسنا ونشتغل ونعمل عشان يبقى لنا كيان عشان ما بقاش بي حتى الجمع لدي صارت بتبحث عن سهول السرطة؟ آه طول الوقت هم أزين العربيات واللي مش عارفة إيه وفلا وينقلها في حتة تانية ما كناش بنفكر بالطريقة دي يعني كنا ببصل بريئة دا من شخصيته لما يعني يعني أنا بكلم برضو عن نفسي لو كنت ببصل حد بقى الغني اللي عنده بتاعمة كنت رحت في حتة تانية رأي وجهات نظر يعني إ مك أنا بكلم بشكل عايم انه في النهاية إيه جالينا وكسبنا وأمنا بس حياتنا كانت فضي ما فيهاش حاجة حلوة ما فيهاش إحساس حلوة حتى ما فيهاش احساس حلوه حتى ما فيهاش فقد أنك تفقد العلاقة يعني فيه حاجات جميلة في بس مش بس اللي ستة تغيرت حتى بشعر كمان أوه طبعا ما بقولك ما الرجل كمان تغير يعني صارت صار عدد الستيت بالنسبه لأله أكتر دي مشيت ماشي الحال ما مشيت في غيرها واللي بعده على الموال ده المستمر عشان برضو هي ستة ساعة متفدأ يعني ستة بقت بالنسبة لها حيث ان الستة هي اللي هتعكس الانكلة خلاص يعني قال بالوضع يعني اه بقى فيه برضو حتة انه يعني الراجل دايما يحب يعيش الصياد حيث ان الستة حتى ما بتجيجوش الفرصة دي شافها بصيلا خلاص حبيني حبيت يا ستك لسه بدري شوية ولا حق امسا نا يعني فيه برضو طريق تفكير كم علاقة حب عشتك مش كتير يعني تقريبا مرتين ثلاثة مثلا مرتين ثلاثة بيختلف الحب بين علاقة واخرى ولا الحب وساطة لا لا طبعا بيختلف تماما حسب ايه حسب بقى انت حبيتي في كم مثلني ايه النطج بتاعي كان ايه لكن المشترك بينهم يعني فيه مشترك بينهم وهم التلاثة برضو همر التلاثة عندهم نفس الشخصية ونفس اللي فكروا كويس لهم ان كان فيهم وحنا صغيرين يعني فيه قصتين قبل اسامة فكانوا بشكل مختلف تاني يعني مش مش زي مش زي اسامة مؤخرا مؤخرا في حالات دق في قلبك لا الحقيقة يا وزامة جاب درافر يعني لبا يعني ميزة برضو ميزة برضو عمل ميزة عملت شط لان ما بهزة طبعا لانما ساعات بتبقي ايه يعني ممكن مش وانا مركزة يعني على انه اختياري بقى اصعب وثقتي بقيت يعني اكتر يعني اه بخاف انه بقى فيه ثقة اكتر وعارف انه الحقيقة يعني تركيبة كده يعني بقى ما ازاي ويعني هل حلا ايه حد يعني يعيش معايا بالطريقة اللي انا عايزاها مش عارفة تتحاولت؟ حاولت؟ لا ما حاولتش طيب امه لتعرفي ازاي؟ ما معرفش يعني يعني هل حيبقى عنجي فرصة تاني اني اعرف راجل واحبه واتجوزه وانه برضه محتاجة موجوده ان تستحملي وانك يعني تكتعاش حد مش حاجة مش حاجة سالفة لازم تكوني بتحبيه يعني طبعا ما عرفش ما يحصل هقولك يا راجل اوع ما تقولي لها طبعا فينا ماذج من الرجال مروا بالأفنين بدي شوف ازا هذا النموذج من الرجال مر عليك ميال بحاجة ميال بحاجة نبتدي بالصورة الأولى سارق الفرح ماجد المصري في سارق هي كان ايه فكريني كده كان بمجرد لنا العنوان فيك تتخيل شو الوضع اه الجان وساق يعني وبالنهاية متل ما هو واضح يعني بيسرق الفرح اللي كنا عم نحكي عنه بيحيير المرعة ايه ايه ما تعطف فيها اكيد فينا ماذج موجودة كده مرأة معك انت معانا لا بفيك معك انت لا ما في رجل طفل مرأة اللي فيك طفل بريق في عينيك هكذا اللي يعني بزعل اكيد بازعل بس يعني درجة التطفية البريق ده اه خليه نشوف البريق اللي بعدها ايه شنريض اللغة العلمية بتاعبيك التوتو والنبوت التوتو والنبوت اه باكن بقى ايه شخصي تتروا اللي بتحاول اللي بالتاجي flip itidi حارب الدنيا علشان خاطر اللي بيحبه فينه ده ما هو بلقه وطوتو النبو فين نروح له فين ده ما حدش حرب الدنيا عشاني لا طبعا كلهم حربوا كلهم حربوا فين انا احب السراع لا طبعا حرب حربوا الدنيا حربوا بشكل او باخر يعني عشان يعني يبقوا معي وهم اكيدا برضو الشخصية مش سهلة هنا شمدح بنفسي يعني مش قيادتي مش سهلة يعني اكيد تابوا معي برضو انتصروا يعني ام ما اللي اللي شوفيني يلا اللي بعدو السفيرة القاصدة عزيزة لا لا ما يمرش على هنا الاشكال دي المتصلت ولا مرة بفترة ام عرفت يا حدا او كنت مع حدا بينتلي كالشخصية عنده كلمتك اللي تمشي لا مش قوي مش للدرجات دي يعني ما بحبش شخصيات دي كمان ما قدرش ارتبط بحد اللي يفكر بالطريقة دي يعني قولي اللي انت عايزه سيطر زي ما انت عايز بس بطريقتك من غيره انا ما حس وغيره لو خدت بالي اه مش اسمت عملها بقى بغير طرق اه ما هو وشترته بقى عمل لو انا كانتها بمزاجي ماشي هشجع اللعبة الحلو يلا اللي بعدا ده مين ده الخيط الرفيع الخيط الرفيع لمحمود ياسم اه الاناني لاحب مصلحته لا طبعا بالشكل ده لا بالشكل انت اخدت اول جزء الاناني اه الان هي طبعا لكن اللي هو مش عبير مصلحته واخدها مش عارفة ايه واخدها تلم لا مرش علي كيف بتعرف الرجل عم يتقرب معك او منك سلوة كرمل مصلحة معينة بتعرفيه ازاي يعني اولا يخديم لي مصلحة معينة مانديش مصالح انا يعني يعني مانديش حاجة ممكن ياخدها مني اللي بس اللي اعم حاجة اني ااخد قلبي وشعري دي ملاشطة من يعني يعني دي الحاجات اللي ما بتتعودش فما ما اسمح له لي يعني من كده اخر شخصية بحب السيمة بحب السيمة محمود حميدة متزمت اي تتذكر الدور يعني اي لا ولا ولا طب اطبت بحده متزمت بس بقولي كما كان عندهم الشخصية اللي برضو حتت انه يعني رجولة زيادة كده عندهم حتت رجولة زيادة يعني جي الصيفة اللي كانت إلي حد نواسي السيد يعني إلي حد مش قوي يعني بس برضو انا كنت في يعني بحب بحترم الراجل اللي معي يعني انا احب بحترم الراجل اللي معي يعني احس انه لو راجل انا محترموش بقا يعني يعني معرفوش احسن فأنا أحب أن نحترم الرجل اللي مالك راح يكون عنا قضايا راح نحكي فيها قضايا طبعا قضايا هلأ بدأخد رأيك بيعانت الموضوع بريك صغير ونعود ونوصل إلى الفاصل الأخير من حلقتنا حترتاح سلون بوقف كتير أهلا ما يخلص البرناميش الفاصل الأخير الفاصل الأخير لكن بلشت هيك من خلالك شوي غير شوي رأي بالرجالة يعني ها بلشت لين أكتر أيوه بقولي من أقلص قررت بقوليك هتكون بقى كيوت هتكون كيوتة لأنا عارفة أسبابيك بس أنا أسبابي مش هتعرف بيها كتري خطة بها باركت كده بألوحة إيه رأيك بالمثل ده والله مثلا المثل بها مكوز ممكن يكون مصدود بقى لأنه بقى تفضل تختار ده ولا تختار ده فتفضل عندما احترل غير ما خلاص أعدت دلوقتي شو بتقولي نصيحة لبنت عم بتطبق هالمثل بحياتة بتقولي لها إيه من وراء خبرتيك لا بسي أنا مع أن حد عايز يتجوز يبقى لازم يبقى عنده إرادة للجوزة فيتجوز كده ويلم نفسه فيماني من جير بقى الشروط الفضيعة واليعني حد قرر يتجوزي بقى لازم منت بقى تشوفي حتعيش الحياة دي إزاي ما يعني حتأميري بدلا ما تقضي تفكري ترفودي يعني لازم يحصل توقمات طيب يمأمنا للرجال يمأمنا للرجال يمأمنا دي كاملة لربما كله سافر طيب اللي بعده جات الحزينة تفرح ملقى تلاش مطرح تزبر يمكن في يوم العام يبقى لها مطرح متعلقش يحن فين؟ في أي حتا أجيدة يبقى لها مطرح في حتان تزبر بس عندي قدر الصفر؟ اه طبعا وتحمل وري جوزك دمعتك ولا توري لقمتك ولا توري ايه لقمتك يعني ايه لقمتك رزقتك دمعتك مش سامعتي هيدا المثل مش سامع المثل ده لا مش ما توريش جوزك دمعتك وري جوزك دمعتك ولا توريش لقمتك لقمتك الليه طبقها ولا لقمتك الليه لقمتك لقمت العيش بتاعتك رزقك يعني اه يعني تخبي عنه صح اه موكين ستريها شخصية مالية مستقلة مش لازم بمعنى تخبي بس ما راجل يسألها دا ايه وكام وفين ورحتي وابنتي لانه في كتير شخصيات بتكون طمعانة بالفلوس طمعانة برزق شريكته ممكن الرجالي بيجهل بعد الخمسين مصبوط سلوة بيجهل جهلة بعد الخمسين جهلة يعني بصير يرغب بالصبايا الأصغر منه بصير ممكن ما دي قزمة منتصف لعمر ممكن وممكن لا وفي رجالها بيمروا بالمرحلة دي وبيعدوا وفي رجالها بيتصابوا يتصابوا إلا وبرضو ده يبقى صعب جدا لو أصغر كتير في السن وحصلت بينهم قصة حب يعني هي حبيته وحبها يعني ده ممكن يحصل مش كتير إنما يعني السن عليها عاملة تلاقي نفسك مش نفس الأفكار مش نفس حتى الباور بتاع الخمسة وعشرين ما ينفعش يتنقبها مثلا في خمسين سنة ممكن يحصل هالشي نفسه مع الست بعمر الخمسين أكيد طبعا يعني برضو هتبقى لازم تفكر إنه يبقى فيه حاجات مناسبة لو لقيت دفل سن الصغير خير وبركة يعني مش هلا هتقولش لأ طبعا كمان ما تعوقش أبدا لا رح ننتقل هلا إلى أجواء موسيقية إيه رأيك نيسل هم؟ يلا رح نسمع أنوياك بعض المقاطع الموسيقية وقليلي إذا هالأغنية بتفكرك في حاجة أو مرحلة معين يلا حاخونك حنزل ضموم من عيونك حاخونك وحيجي يوم وشوف قلونك يا سيبني يا جرحني حاخونك دي كارول سمع كارول سمع حلوة أو إحساسها حلوة طبع بس ملاقش يعني أغنية ملاقش حاجة عندي يعني ملناش حاجة لعن كارول ولا كارول لعن حاجة عندنا شوفت نشي قايزة عسيت كده دمت كاملة لا أمام يعني حكاية ارتباط الأغاني بحاجات كده لكن صدقيني أنت لما بتحسي أنا أنا بعمل كده طبعا لما بحس ما بسمع قونية أنا بعيش مع نفسي حيلة كده عندي شجن عندي فاهمة لازم أكون عايش أخص الحب لكن بحس بكل جملة بتتقيل وطبعا أكيد أنا فننة بلازم عندي إحساس يعني فولا أنت إيه رأيك نعم ما بقر أنت اللي تقولي خليني إسمع الإحساس مش باين علي نعم كتير جدا لي يا رغب لا يعمل كلك يحساس مش شايفة الإحساس اللي فيها مش شايفة الإحساس اللي فيها لي والله شايفة خليني أسمع اللي بعدها أنغم أشتري عمري اللي باقي مش عايزة عايش ومعك عشان لو عشت كله جراح خرام ممكن تسيبني مباديش إيه؟ يعني أتفكرني في مبادي يعني أحبش عايش حاجاتي جراح و... وقلم أه يعني ممكن تسيبني يعني اه طبعا احصله احوان واذا هو مش عاوز يسيب يعني ايه مش عاوز مش عاوز يسيب في رجالة تبقى مش عاوز تسيب ومزاجه مثلا يعني مش حاجة سمعين كده هنسمع الحاجة اللي بعد يلا بلاش اعملها معاك سكة السلامة ايوه مريت بالحالة دي ده اكيد يعني كلنا ما بنمشي بنقول سكة السلامة وممكن تقولي له حواريك لا حواريك ما شرش ماجي بحواريك يعني حواريك ايه يعني انا برضو دايما انا نكلم على يعني تجاربي انا كل اعلاقة ليها بتقول بتختلف من شخصية للتانية انا بالنسب لي انه يعني افضل محافظة على نفسي واني ما خليش الحكاية دي يتماشيني في التجاهات مش كويسة وابقى ستة كئيبة ومكتئبة ومش عارفة حقق نفسي لمجرد علاقة بتايت لا انا ما حبش اكون الشخصية يات اللي بعدها انا كتر عليك واحساسي بيك كني عما ضاعت من اديك انا كتر عليك وبقدنا استصغرت نفسي بحب ليك انا كتر عليك انا كتر عليك امت قلت له انا كتر عليك نا ما بحبش يعني انا حتى في اللغة الاغاني انو بحس انو هتغيري تقوي انو بقى فيه هورليك واح عامل مش عارفة فيك ايه وانتو انا ما اسمعتش كلامه يعني تهديد كتير برضو يعني فانا كتير عليك يعني الماني نفسه يعني ما حانتش بيحس بيحب حدو بيحس انو ما كتير عليك حتى لو سيبوا هنسمع الاغنية الاخيرة يالا انا عندي حنين ما باعرف لامين ليلي اللي بيخط انا عندي حنين ما باعرف لامين ستة الستات سفرتنا للنجوم طبعا بني يخلالك ويخلانك يا رب طول بعمره عندك حنين لامين لا عندي حنين لناس كتيرة قوي لمي لمين عطفة ولا لمين ايه لا بمعنى العطف الحب الاحساس بهالماس لا ما عنديش لكن ممكن عيش في حالة يعني لو سمعت الاغنية دي بقى يعني صوت فيروس بيعيشك في حالة شجن وحب حتى لو انتش ما بتحبيش بتعيش الحالة اكتر من اللي تكوني فيها انا عيش اي حالة انا عايزة اسمع مدري بقولي وبيغني لنا وخلاص ايه ما سمعت كلام حلو خلاص سباشل لقلت ايوه طبعا شو كانت مواصفات فتا احلامي كلمن كنت بعمر المراهقة كيف كنت تتخيالي كل واحدة منا كان عنده على قضطة معلقة صورة ترسوا مجلة لا تبعا احنا حبينا كل النجوم بتوع السينما والبتاة وياريت هو ده حبيبي والجو ده بس كان عنده شي حاجة غريبة جدا وهي؟ يعني كنت اقول ايه طول الوقت انا مش عايزة قصة حب عداي يعني مش عايزة قصة انه حبيت واحد وتجاوزني لازم يبقى فيها معاناة ويبقى فيها ده تفكيري تحققلك شي ربنا كتب لجل اتمنتها ولاقيتها مواصفاتك كيف كانت غيرها لحالك كيف كنت تتخيالي برضو يعني بشكل طبعا رومانسي كده بل هو فارس الاحلام اللي هيثمني ويبتاعه ويهتم بي ويبقى واخد بيله مني وافكار كده طيب نحن عنا مشموعة من الصور بدي شوف هالصور راح نشوفها والشخصيات اذا اقرب لمخيلتك اللي انتك انت بتشوفيه بتنجحي حدا وبتسقطي حدا يلا يلا صالح سليم و دونالد ترامب طيب ويه اللي جاب دلده اه تختاري اي ممكن انا الشخصيات صالح سليم اوكي وليته في ماليش يا وليب بردو صالح سليم اوكي بس راجل جميل بردو اه احمد حسام نيدو بردو صالح سليم بردو صالح سليم صالح سليم وشريف مجفور ايه ايه؟ بحبه طبعاً بس بردو صالح سليم بردو صالح سليم صالح سليم شاح Packages يجب اللي كل لنس بحبهم كلهم بس يعني دي عم بحكي مواثفات انا للاكنت تتتخيلين انتوا بعمر المراقع الشخصية القريبة لمخيلتك الامع صالح سلم صالح سليم وامعد رمزة بردو صالح السليم صالح السليم ونور الشريف بردو صالح سليم صالح سليم وأمير كرارة بردو صالح سليم أخر اختيار صالح سليم وأحمد الساقة حبيبي ماليشي أحمد بردو صالح سليم بردو صالح سليم ليه مش يعني لأن أنا يعني اللي أريناه عنه لأعتبر ما أساعدنيش الحظ إن أنا أتعرف عليه شخصية لكن مواصفات شخصيته تخليك تحسي إنه قدي إيه ده رجل يعني قدي إيه كان عنده حكمة قدي إيه كان عنده قيادة قدي إيه كان عنده باور قدي إيه جناس بتحبه قدي إيه لغات ومثقف وبيقرأ يعني مواصفات صعبة تلاقيها في رجالة كثيرة في أي رجالة مش بالسهل تلاقيها كده في نمازج مش من السهل تتلاقي ولمن ما من لقيها إلا لو دي بتيجي الجمال عبد الناصر بس ما بس لمن ما من لقيها سلوى منقول قطع الرجالة ولا لأ لأ منقول قطع الزمن اللي بتلت دي رجالة يعني نقول قطع الزمن اللي خلينا نوصل للمرحلة إن إحنا نبقى مندور على راجل نموذج بس أنا عايز أقول لك حاجة برضو لا إحنا برضو رجالاتنا حياء يعني إحنا نشتكي آه نقول نعمل مع ربس إيه لكن في النهاية هتلاقي لأ رجالة هم الحماية وهم الأمان وهم حتى في مناكفتهم إحنا عايشين يعني هم اللي بيخلونا عايشين يعني حتى مناكفتك مع الرجالة والستات ومين ومش عارفة مين ومين عمل إيه ومتا الصراع اللي كنا عم نحجي عنه هالصراع الدائم بين المرأة والرشوت بدأت لك شكراً كتير لقلك سلوة خطاب على حضورنا بدي شوفك بعد ثلاث سنين مرتبطة مش كل ما أتأخر لقيك يلا دعويتك بقى عشر حلوين ولسه عنا رجالة حلوة بس سهلا بعد ثلاث سنين هتلاقييني حلوة زي منا ولا هتلاقييني إيه بحلى حظة بقى أنا بالعكس دايما عم شوفك أحلى وأحلى أحبت ربنا يكلك يا رايداني شكراً لقلك حبيبة قلبي أهتم سهلة فيك سلوة خطاب مش هدينا حلقة جديدة بانتظاركم الأسبوع المقبل من قطع الرجالة ترجمة نانسي قنقر